هنبدأ دلوقتي نشتغل على انواع الاختبارات بتاعتنا واول نوع عندي الاختبارات المقالية والاختبارات المقالية اللي هي اكثر شيوعا في الاختبارات وهي بتعتمد على المقال كتابة مقال معين يعني انا بطرح سؤال معين والسؤال ده بطرحه يعتبر الطالبة بيبدأ يكتب ايه اللي فهمه من السؤال وطبعا هو مشكلته دلوقتي باعتمد على الحفظ وليس الفهم ودي مشكلة تانية اعتمده على الحفظ ودي مشكلة لا احنا عايزين نعتمد يبقى المقال معتمد على الفهم الطالب واستعابه للمادة الدراسية كاملة فده تعريفه بسيط جدا طبعا في قدرات يقص على الاختبار المقالي ودي مهمة جدا جدا مش كل الناس فهمها فهم اللي انا بحط السؤال والطالب يكتب لا في مقارنة مثلا انا ممكن احط سؤال مقالي قيص او يقارن بين شيئين مثلا بقيس مثلا بقول له قارن بين الاختبارات التقليدية والاختبارات الالكترونية او الاختبار التقليدي والاختبار الالكتروني من حيث المميزات وليه ده سؤال في قدرات تانية اللي انا تكوين رأيه وادفاع عنه يعني بقول له مثلا وده مش شاب ما بلاقوش كتير في الأسئلة المقالية الخاصة بالمدرسين أو أعضائية التدريس اللي رأيك في استخدام الاستبيانات مثلا من هالرأيك تفضل الاستبيانات الإلكترونية أم الاستبيانات الأوراقية في التقويم ولماذا؟ ده برضو سؤال مقالي القدر على بيان العلة والسبب يعني مثلا ما النتائج المترتبة على استخدام طريقة المحاضرة باستمرار في تدريس الريدارات لطلاب المرحلة الابتدائي ده في علة أو في مشكلة والسبب اللي يظهر بسبب أي فدي بعض القدرات وهنكمل بعض القدرات تاني مثلا شرح المعاني أو المفاهيم هو الألفاظ القدر على التلخيص بقول له لخص مثلا في حدود مدين كلمة محاضرة اليوم قدرة التحليل إدراق العلاقات لو في علاقات بين المادة بتاعت نفسها تطبيق القواعد والقوانين والمبادئ على موقف جديد القواعد والقوانين والمبادئ اللي مقصود بها اللي هي أخذت في المقرر القواعد اللي أخذت أو القوانين اللي أخذت وأقول له طبق القواعد اللي أنت درستها عليه نبض العبارات أنا مثلا عايزه ينقض بعض العبارات أو الأفكار أو المفاهيم اختراح مشكلة والتنبؤ بيها باقترح له مثلا مجموعة مشاكل وأقول له تنبأ بالنتيجة بتاعتها نتيجة استخدام الحاسم نتيجة استخدام الإنترنت مثلا وهكذا عادة تنظيم الحقائق اللي هي خاصة بالمقرر بطرح له مجموعة حقائق وأقول له أعمل عادة تنظيم لها التمييز في الشكل نفسه بقارن بين أسلوب مثلا التمييز ده بقارن بين أسلوب دارة الفصل الدموقراطي والحازم ده تمييز مثلا التفكير الاستدلالي كل الحاجات دي أقدر أعمل بيها اللي هي تندرج تحت القدرات تقشها الاختبارات المقالية أقدر وأنا بحط الأسئلة المقالية أنوع بينها وليس اللي هي أسكر كده بس يعني معظم الحاجات اللي بنشوفها بالاختبارات أسكر مفيش حد بيقارن مفيش حد بيبين رأيه وهكذا فدي مهمة جدا مميزات الاختبار المقالي طبعا هتلاقي فيه مميزات وفيه عيوب مميزات سهولة الوضع والإعداد انت بتحطه طبعا سهلي جدا جدا يمكن كهاز قدرات كثيرة متنورعة كما زي ما ذكرناها اللي هي القدرات اللي احنا قلنا عليها طبعا هي مشكلتها ما بينقصة لقدرة الحفظ عند معظم الأساتذة ودي مشكلة ما بيعملش الجوانب الأخرى اللي لسه ذكرنا من شوية فيه ممتاز في كهاز القدرات المعرفية خاصة قدرات الفهم والتحليل والنقد والتقييم ده لو شامل مشكلته ما بيقصة لقدرات الفهم او قدرات الحفظ كمان ما بيوصلش لقدرات التحديل التحليل والنقد والتقييم عند بعض او معظم الأساتذة علشان هو بيقول له اذكر وحاجات دي بس يساعد على تشخيص القدرة التعبيرية عند الطلاب ودي اللي بيساعدهم اللي هو يكتب بقى باسلوبه يكتب باسلوبه والمشكلة دي مشكلة عندنا برضه ويكتب باسلوب الملزمة اللي بياخدها او الكتاب والحفظ اللي بيحفظه ودي مشكلة لازم نبقى ايه فيها مراعين وساعد على تشخيص قدرة الطالب على حل المشكلات لو انا حطط له سؤال حل المشكلات هيحله ازاي دي مهمة جدا جدا العيوب بتاعته طبعا فيه طبعا رغم تنوع القدرات زي ما احنا قلنا كده اللي يقص اختبار المقال مشكلته لا يقيص كمان القدرات ودي بناء على اللي وضعه المعلم معلمة بيقصة لقدرة التذكر والحفظ فقط لغير يشيع الاختبار المقال التخمين والتخبط كما يقصر فيه الغش بيديله كلمتين وهو يبدأ يزود عليهم او يشتغل عليهم صعب التحصيص التصحيح خصوصا اسكان الاختبار طويل وخط الطلاب رضي ودي مشكلة بقى يعني عشان نقرأ الطالب عمل ايه والحاجات دي كلها فهي دي مشكلة من المشاكل اللي ابتصار لنا واحنا بنصححه لا يستطيع اختبار المقال من موضوعات المنهج وهذا يجعل اختبار ذاتيا وهو من حزن لقسمه معين ودي مهمة يعني باخد جزء معين لو انا عندي منهج كبير بتلايني خدت السؤال على جزء جزئين في المنهج والباقي ما ايه ما اقدرتش ايه احط فيه كل الاسئلة بتاعتي فدي عيوب المقال بتاعتي فيه يتسم بالذاتية والخلوق ومن الموضعية خصوصا في التخصصات الادبية والاجتماعية حيث يستطيع التلاميذ السؤال بطريقة واحدة وذلك الافتقار السؤال اللي اتضبقه في السياغة طبعا كسيد ما يترطب على هذا الاختبار على اختبارات المقال طبعا السؤال بالتخوف قابله قاسم الاختبار ليه؟ عنده ضغط اللي هو خايف يفشل مش عارف يكتب ما بيعرفش يعبر عن نفسه الحاجات دي كلها اختبار المقال يعتبر مكلف من احيال الاقتصادية طبعا عايز احتياجه اجابة كتير اماكن للاختبار الانفق على اقدارة الاختبار النفسه وتصحيحه ودي حاجة مهمة جدا جدا وهنبدأ نخش في الجزء التاني من اختبارات بدل المقالية اللي هي اختبارات الموضعية وهنبدأ نشرحها بالتفصيل جزء وجزء مع بعض ونوضحها